ازايكم يا موليد برج السور يارب تكونوا بخير انا ماريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابرق توقعات برج السور اليوم الخميس 13 يناير كانون الثاني 2022 ما تسرش النهاردة كثيرا يا سور فانت مش هتكون محتمل اي تعليق من اي شخص من حواليك لليوم وهينطالب كلامك كالرشاش اليوم من فمك فخليك حذر من كلماتك علشان ما تخنكش التعبير اهدأ وحاول انك تركز اكتر على شغلك اللي انت بدأت بتخف منه بالنسبة ليك في فترة ما بعد الظهر اليوم وفي المساء هتنشغل بامورك العائلية وفي بعض الامور الشخصية برضو ده يجعلك ممكن تلغي موعد عن انت كنت ماخده للخروج مع اصدقائك او مع الاشخاص اللي انت بتحبهم فخليك بتقرر علشان ما تلغيش الموعد ده بالنسبة ليك مهنيا ممكن تتعرف على ازمة مهنية صعبة جدا لليوم وحيحصل فيها السوق تصرفك مع الامور او حتى اهمالك المتواصل للحسابات هو اللي هيوقعك في الازمة دي والفي العجز ده بالنسبة ليك عاطفيا ما تكونش مقطب الجبين امام شركك لانه هو ملوش زنب في كل اللي بيحصل معاك لليوم هو يدوبك حبيبك فقط بالنسبة ليك صحيا لو حتى شعرت ببعض الالام انه هرده في مختلف انحاء جسمك فده جزء من التعب والارهاق في الشغل فما تقلقش كتير ممكن الموضوع يتحل ببعض الراحة الجسدية لليوم توقعات العشرية الاولى موليد 20 ابريل ل30 ابريل الامور اليوم هتأخف في مكانها السليم فمن حولك مش هيعرفه يتجهله حماسك وحيويتك في العمل انت هتمجز كل ما تحتاج لي وهيكون باستطاعتك انك تمرر الكتير من الافكار الجديدة توقعات العشرية التانية موليد 1 مايو ل10 مايو هتستطيع انك تاخد نفس عميق وتسترخي وحان الوقت الان علشان تفكر في نتائج المجهود اللي قمت بيه استغل المرحلة دي علشان تحسن حالتك الصحية توقعات العشرية التالتة موليد 11 مايو ل20 مايو هيكون لديك سبب واجيه علشان تفرح وهتكون مستريح مع العالم اليوم من حولك ومع مزاج مناسب للاحتفال بهذا الاحساس جميع المقابلات سواء مع زملاء العمل او العائلة هتكون مجدية للغاية اليوم بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيقضي القمر اليوم في برج الجوزاء ده بيجعل الاشياء مجغولة ومتحركة ويمكننا اننا نشهر بالفضول بشكل خاص حيث نقضي وقت اطول من المعتاد في ازهاننا بيبرز القمر اليوم في برج الجوزاء المتحدث الموجود بداخلنا فضلا عن الرغبة القوية في الحفاظ على تحفيز الاشياء حتى لو كان ده يعني التنقل من مشروع لاخر نحن هنكون منطقيون ومتواصلون وهناس على الاتصال والانشطة اللي هتحفزنا وتلبي حاجتنا للتنوع والمعرفة اليوم نظرا لاننا ممكن نركز على التواصل وممكن التواصل اليوم فان عطارد هيتوجه لمحطة راجعية وهيتراجع صباح الغد ممكن نحصل على اشارات متقطعة مع التحول اليوم وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو لو بعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتم مستنينين اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم لي اشتركوا في القناة